السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد عاطف زملكم في رأة التعليق طبيعي ان شاء الله هبقى معكم النهاردة في شرح محاضرة التوز الساسمنت والمصر الانت الساسمنت والذين اجاهدوا فينا لانهديانهم سبولنا وان الله هلا مع المحسنين في البداية كده احبين نديل اخوانا فلسطين ربنا ينصرهم ان شاء الله ويرحم شهدائهم طبعا انت مش بيدك انك تبقى معهم وتجاهد معهم بس على اقل حاجة ممكن تقدمها انك تجاد في المواطعة والنشر وما تزهقش منها وجاهدك ده ربنا يجزيك عليه خير ان شاء الله مش بس في ده جاهدك في كل حاجة انت بتتقي فيها ربنا ربنا ان شاء الله يديك سبيله طيب النهاردة معنا في المحاضرة جزئين جزء التوز الساسمنت واللي بيه هننهي بيه جزء الماصل الماني والماصل تاست وجزء التاني بتاع الماصل لينث الساسمنت وفلور لمب وده اتعرضنا لي في الترمي الاول في جزء الابر لمب طيب معنا في اول حاجة التوز الساسمنت اول عضلة معنا اللي هي الهالوكس الهالوكس متاتارسوفالانجيل فليكشن ودي العضلة اللي بتعملها الفليكسور هالوسوس بريفس طيب مبدئين كده اي مفصل او اي جوينت هنتكلم عنه لازم نبقى مركزين على العضلة جدا لانها موضع سؤال في الشفاوي والعملي والنظري طيب فليكسور هالوسوس بريفس بتعمل فليكشن للمتاتارسوفالانجيل جوينت بتاع البيكتوم طيب في البداية هنعمل الجريد 5 او جريد 5 للجريد 0 كل البوزيشن بتاع البيشن والثيربست سابت طيب بالنسبة للبيشن هيبقى ممكن نعمله من بوزيشن تاني سوباين والليج بتبقى حيث ان انا ابقى عارف امسكها ولما جاعمل ورزيستنس والانكل بتبقى في النيوترال اللي هو لا هي في دورزي فليكشن ولا بلانتر فليكشن بحيث ان هي متحط متحطش ستريتش على اي مصل وانا بعملها تاست تمام ممكن هنا ما بقدرش او اللي هو عايز عامله في برون عشان فكرة الجرافتي وكده فبعتمد ان انا حطه في سوباين وغير حتة الريزيستنس فببقى البوزيشن بتاعي اللي هسبته هو السيتنج ممكن اعملها من سوباين تمام طيب بالنسبة للثيرابيست البوزيشن بتاعه بيبقى قاعد على قدام البوزيشن بيبقى ماسك الفوت زي ما نقول والبوزيشن فيه بوزيشن تاني ممكن اعمله لو انا هعمله من سوباين البوزيشن هيبقى من سوباين فانا ببقى على بالبوزيشن بالبوزيشن الاساسي التاعي ان انا لو هو سيتنج فانا ببقى قاعد قدامه ولو هعمل بالالترنيت اللي هو السوباين فببقى واقف جنب الفوت تمام؟ بالنسبة للهند بلسمنت ده مهم جدا انك الايدين لازم ان تبقى شغالة عندك ايد هتشتغل كستابليزيشن والايد التاني تدي في كل المصر اذا مش هنا بس تمام؟ طيب بالنسبة للفوت هنثبت ان هو قاعد سيتنج تمام؟ وانا قاعد قدام البوزيشن الفوت تاعت البوزيشن اللي انا هعمل لها الساس بتبقى ريستنج على الثيرب سلاب على الثوي وبعد كده بتدي ريزيستنج قلنا وانهند بتدي ستبريزيشن بالنسبة اللي بتدي ستبريزيشن هتبقى كنتورد على الثيرب بما انه هيةعمل فانا مش هحطها في بلانتر فانا هحطها في الثيرب بتاع الفوت ولما نيجي نتكلم على بتاعت الفوت هلاقي ان انا بحط الستبيلايزيشن او الكنتور بتاع الهند كنتورد على البلانتر مش الدورزم فخليني هنا في الفلكسر الهاند بتبقى كنتورد على الدرزم بتاع الفوت تحت الأنكل من تحت دي الستابيليزيشن طيب اليد التانية اللي هتشتغل هتدي resistance هتدي بالإندكس بالإندكس بتاع الأثر هاند بحطها تحت البروكسيمال فالنكس بتاع البيكتو طيب الجوينت اللي أنا بعمله assessment أو test هو الميتاتارسو فالنجيال جوينت فبالتالي لما أجي أعمل الستابيليزيشن بعمل الستابيليزيشن تحته وresistence فوقه فأنا لما أجي أعمل add resistance add resistance ل البروكسيمال فالنكس بتاعه ولما أجي أعمل assessment ل الفلكشن بتاع الانتر فالنجيال جوينت هلاقي إن أنا بعمل استابيليزيشن تحته عند البروكسيمال ودي الresistence على الديستل خليها الوقتها تمام؟ يبقى كده إحنا عندنا two hands two hands شغالين واحدة كنتورد على الدرزم للستابيليزيشن والتانية بالإندكس أعدي الresistence للبروكسيمال فالنكس بتاعه للجريد 2 ممكن لو أنت بقي شخص نضيف والفينجر نيلز ده أفرق أصصها ومش طويلة ممكن بالتب بتاع الفينجر تحطها في النفس المكان اللي هو البروكسيمال فالنكس تمام؟ طيب بالنسبة للتست إن الباشنت هيبقى هيعملي فليكشن للجريد 2 الانستراكشن سأقول له نضيف أعطيك أيضا أعطيك أعطيك لا تتعطيك بالنسبة للجريد الباشنت في جريد 5 قلنا أنه بيبقى 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 من مدرد لميلد اللي هو بيبقى مع كل العضلات جريد 3 اللي هو البيشنت مدرد رانج أو موشن للفريكشن بتاع البيك 2 ولكن من غير أي ريزيستنس زي هو متعرف عليه الجريد 5 ريزيستنس جريد 4 من مدرد لميلد جريد 3 without ريزيستنس بالنسبة لجريد 2 البيشنت هيعمل بيبقى ريزيستنس وبالنسبة لجريد 1 ممكن ألاقي ولكن مش بلاقي موشن لأن الحركة بتبقى ضعيفة جدا ما بقدرش ألاحظها وجريد 5 ما فيش أي حركة ولا بلبيشن طيب في هنا بقى ودي مهمة جدا لأن أغضبية الأسئلة بتيجى على الهلب في الهينتس أصلا في بيقول لك أن المصر والتندن بتاعة 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 بتبقى العضلة المصر بتبقى العضلة أو التندن مش بقدر أن أعمل لهم بلبيشن طيب في نقطة هنا مهمة جدا الفليكسور هارسز لونجس والفليكسور هارسز بريفس اللي اتنين شغالين مع بعض تمام بس بفرض أن واحدة ما بقتش شغالة طيب لو لقيت أن الفليكسور هارسز لونجس ما بقتش شغالة الفليكسور هارسز لونجس دي بتبقى وصلة لآخر الصبع تعملي فبتعملي فليكشن للإنتر فالانجل فبالتالي لما هي ماتبقى الشغالة مش هيحصل فليكشن للإنتر فالانجل الج minerals والفليكسور هارسز بريفس شغالة عادي فتعمل فليكشن للميتاتارس فالانجل تمام العكس ايه لو الابست في الابست كونديشن لو فليكسور هارسز بريفس هي اللي مش فانكشنال أو مش شغالة بلاي أن الفلكسورهيسوسل شغالة عادي وبتعمل فلكشن لاترفالانجيال جوينت ولكن المتubt sophomore thì Girl مش بيحصلهم فلكشن بل والعكس أن العضلة المقابلة ל-extensor بتعمل لي Hyper extension في المتبتوس في moto ودي حالة أسمع الفوت أو ال famous 2 اللي هي دي أن بيحصل في المتبتوسفالانجيال جوينت Hyper extension والفلكسورهيسوسل شغالة عادي فتعمل فليكشن للانترفالانجيال جونت. تمام? طيب. يبقى المصل والتندوم بما انها فصغيرة فما اقدرش اعمل لها اه مش شغالة يبقى اه لو مش شغالة هتبقى هي اللي شغالة تعمل فليكشن للانترفالانجيال جونت مش شغالة مش هيحصلها فيحصل الهمر لو هي اللي مش شغالة الفليكشن للجونت اللي هي حالو اللي هو الانترفالانجيال جونت ما بيحصلوش نخش على تاني عضلة اللي هي دي مسؤولة ودي تعرضنا برضو عليها في الهاند هنا برضو اللمبيركالز بتعمل اه فليكشن الميتاترفالانجيال جونت بتاعت التوم والكريدز من 5 تزيرو البوزيشن بتاع البوزيشن برضو نفس القصة زي ما قلنا قبل كده ستنج البوزيشن بيبقى ستنج والالترنيت بوزيشن بتاعه سوباين والانكل في نيوترال بوزيشن تمام بالنسبة للثيرابيست اللي بيبقى ستنج في حالة ان هو البيشنط ستنج ولو هو البيشنط سوباين بيبقى بيسايد التستد فوت طيب والفوت طبعا متبقى رستد على الثيرابيست اللي بتاع الثيرابيست طيب بالنسبة للهاند بلسمنت برضو اللي اتنين شغالين الايدين لازم يكونوا شغالين ايد بتدي استابيليزيشن والايد التانية بتدي الطيب بالنسبة للايد اللي بتدي استابيليزيشن نفس القصة بتاته الفلكشن بتاع الهالوكس ان هي بحط الهاند اوور دورزم منفوت بما ان انا بردو رسب قصة الفلكشن لما انقلل الاكستنشن ايدي تتغير وتبقى في البلونتر في الجزء البلونتر بتاع الفوت طيب بالنسبة للresistance الاندكس برضو بتاع الفينجر بتاع الother hand بيبقى تحت المتاثرسوفرانجيال جوينت بتاع الفور لترال توز تبروفيد الresistance ان انا هابدأ بقى ادي لللمبركالز اصلا شغالة انها تعمل فليكشن للمتاثرسوفرانجيال جوينت بتاع اللترال فور توز فانا لما اجي اعمل الresistance بدي الresistance فوق الجوينت والستوبلزيشن تحت قلناها عبدالزم تاع الفوت ومن تحت طيب بالنسبة للresistance فوق المتاثرسوفرانجيال جوينت تمام او من تحته وانت نازل لتحت للصابع من تحت يعني تمام التست بيبقى عبارة ان البيشن تهيفليكس اللترال فور توز من عند المتاثرسوفرانجيال جوينت وبيحاول بقدر امكان ان هو يكيب الانترفالانجيال جوينت لان احنا هنعرفه بعد كده ان هو صعب انك تفصل المتاثرسوفرانجيال جوينت معنى الانترفالانجيال جوينت بس هو بيحاول يكيب الانترفالانجيال جوينت في البرزيشن بتاعه الانستركشن ومن تحت حسنا الآن الثامراف السادق الثامراف سفاق acia الحجم وغريت زيرو مفيش اي اكتفتي تمام طيب تالت حاجة الهالوكس والتوز بالنسبة للدرزل والبروبزيمال انتر فالانجيال جوينت فلكشن كده احنا خلصنا الميتاتارس وفالانجيال جوينت بتاع البيكتو وبتاع الليترال فورتوز وقلنا العضلة بتاعت الهالوكس اللي هي بتاعت الميتاتارس وفالانجيال جوينت واللي بتاعت الميتاتارس وفالانجيال جوينت بتاع الليترال فورتوز اللي هي اللامبيريكالز طيب نطلع بقى الاخر جوينت اللي هي معانا الانتر فالانجيال جوينت بروكزيمال ودستر بالنسبة للبروكزيمال اللي يبقى رايح لها الفلكسور ديجيطوروم بريفوس والطويلة اللي هي الفلكسور ديجيطوروم لونجس هتروح للدستر والفلكسور ديجيطوروم لونجس هي دي اللي بتبقى رايحة لبس لهو جوينت واحد اللي هو الانتر فلانجي الجوينت بتاع البكتون تمام طيب بالنسبة للجريتز برضو نفس القصة البيشنت بيبقى يعد سيتنج والفوت بتاعته على الارترنيت بوزيشن سوبين نفس القصة بتاعت الالترنيت لو هو البيشنت اعد سيتنج يبقى الالترنيت قاعد قاعد الجوينت على الجوينت على الصور قاعدة و لو سيتم اعمل الالترنيت بوزيشن سيتم او بسياد التستد لفوت طيب الهند بلسمنت برضو الادين لازم يكونون شغالين واحد يستبيلس الامام اخر يفعل محطة واحد يستبيلس الافتريني على الانتر فوت برضو نفس الطفل يعني نحن العمليات greatest جميعنا عمليات ما هو علي إنول وeft الثمب بقي والثمب بالحال بمعنى أنه لو مع الجوز شركة ذات سوف يجب انه في الثمب لان حوالط ارشожет انو الخيارل يكون النمو solamente الغمب تحت الباب و ولو التنمو التحضين حوالط لغ Berlin يكون الشخصي Buffaloization برده تحته نفس قصة بتاعت ال؟ Thermization تحت الجو Geschäft Resistence فوق البر بين رائع نشوف بعض كده 피yards اللي بيتمít ل PE بستخدم ال four fingers او الثمب يعن ان انا مثلا، لو حاخذ لو هعمل الريزيستنس للليترال فور توز فهذا ممكن استخدم الفور فينجرز بتبقى عضى رد الريزيستنس ولا متمكن اكتر او بالثمب under the middle phalanges للتست بتاع الانترفالانجيال جوينت وتحت الديست الفالانيكس لو هتست الدرزال انترفالانجيال جوينت والانديكس تحت الديست الفالانيكس بتاع الهالوكس بمعنى لو جينا للصورة هنا في الصورة اللي على الشمال ان انا اعمل الريزيست هنا على الصورة الشمال هنا لو هريزيست الليترال فور توز فانا احط لحظة واحدة طيب اه لو انا هعمل البروكزمال البروكزمال جوينت بلاقي هنا البروكزمال جوينت بقى الستابليزيزيشن بيبقى تحت البروكزمال جوينت والريزيستنس بيبقى على الميدل فالانيكس هو ممكن الصورة تبقاش موضحة بس لو جيت تفكر فيها اصلا الستابليزيشن انت هتحول تستابليز الجوينت اللي تحت والريزيستنس هتدي على البون اللي فوقها يعني هنا لو البون بما اننا بنتكلم على البروكزمال فالبون اللي فوقها بتبقى الميدل فالانيكس فهرزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز على الاستواليزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيي الاسف على البروكزوما الانترفالانجيال بون والديستل على الانترفالانجيال بون تمام يا رب تكون الصور موضحة جزء منه طيب هنا بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان كل في بعض البيشنت ان ما كانش اكترهم اصلا ما يقدرش ان هو يسيباريت الانترفالانجيال، لا يقوم باية المفصلة بينremos عن الفينجر اللي جانبه والا ما هو حوار صعب انت لو انت قربته على نفسك احاولتك تفصل حركة عن الأسانية هتجدك كلها اصلا شغال مع بعضه تمام فالبيشنت يمكن ان اتبلب الانترفالانجيالج وكيف التربذ Ioannis عندما انق disconnect برضو القصة ان هو يحاول يكيب الانترفالانجيال مفقدة اليوم او انا بحركة الانتر فالانجل جونت يحاول يكيب المتطرس فالانجل جونت سابت هو يحاول معرفش هو ده برضو صعب انه يعمله ان كله بيبقى الحركة كلها مع بعض في بعض البيبول كان سباريت الهالوكس من الانوتر توس ولكن صعب برضو انه هو يسباريت المتطرس فالانجل جونت عن الانتر فالانجل جونت هو اه ممكن انت تقدر تخلي البيكتو سابت في النيوترال وتعمل فليكشن للبيكتو او انك تعمل فليكشن للبيكتو وتخلي التانيين سابتين ولكن انك تفصل المتطرس فالانجل جونت والانتر فالانجل جونت بتاع البيكتو برضو صعب انك تعمله في قصة برضو الاداكتور هالوكس او الاداكتور هالوكس او الاداكتور هالوكس او في اه دي مش كومن لي ان انا عمل لها او نوت كومن كلينيكال مالهاش كومن كلينيكال تاست بس الفكرة بتاعتها لما تقول ان هي شغالة لما تيجي تعمل بنش البيكتو اللي هو انك زي ما تقرس كده كانك بتقرس ليه على البيكتو تمام طيب دي الاداكتور هالوكس طيب بالنسبة لي الاداكتور هالوكس لانها صعب ان انا اعمل لها ايزوليشن ولكن اكتيفتي بتاعتها ممكن الاقيها زهرة لما اجي اعمل ادي ريزيستنس للفورفوت وهي بتعمل لما تيجي تعمل الاداكتور لالفورفوت وعمل ريزيستنس عليها هلاقي الجريد تو كأنه بيفتح كده كأنه طالع لبرة والليترال توس بتبقى في نفس الوقت بتعمل اكستنشن لو جيت تجربة على نفسك كأنك زنات رجلك وحاولت بتعمل الاداكتور هتلاقي ان البيكتو بيحاول يفتح او يبعد عن الفورتوز والليترال الفورتوز بتعمل اكستنشن في نفس الوقت طيب نيجي لاخر جزء معنا في التوز اساسمنت اللي هي بتاعت الهالوكس والتوز متطلق سوفالانجيال وانترفالانجيال جوينت اكستنشن طبعا مش اعايز اقول لك تاني ان العضلات مهمة جدا تمام طيب الاكستنسور ديجيتولوم لونجس و بريفس اللونجس بتروح للي بعيد فهي مسؤولة عن الدورزال الدورزال انترفالانجيال جوينت و البيكتو البيكتو مهمة جدا تمام طيب بالنسبة للجريدز اه برضو من 5 type zero نفس البيكب و باردو بيتكرر الاية كانت لازلК لو هو البيشنت سوباين فانا ببواقف بسايد التابل عند التستد فوت طيب بالنسبة الاكستنشن بتاع الليترال توز اللي اتنين شغالين التو هانز شغالين وان هاند بتستابيلايز وان هاند بتزاست طيب وان هاند تستابيلايز الميتاترسل هنا بقى لما قلت لك ان في الاكستنشن ايدي هتتعكس تتحط في البلنتر سيرفس تمام والثمب هو اللي على الدرزة في الفلكسر قلنا ان الهاند بتبقى على الدرزة يبقى هنا في الاكستنشن بتاع التوز الستابيلايزيشن بيبقى الهاند على البلنتر سيرفس تمام والثمب على الدرزم يعني متأكد مش هتحط بتبقى صعب انك تحطها مع او استابيلايز اكتر عشان تكون تور الفوت كلها بتبقى الثمب على الدرزم طيب بالأثر هاند اللي هتاديت دي رزيستنس إنك هتحط الثمب على الدورزم سيرفس إنك هتحط الثمب على الدورزم سيرفس إنك هتعمل إكستنشن فإنت هتتحض إيديك على الدورزم بتاع الفالنجيز وهنا عشان تعمل الليترال توز بتحط على الدورزم على الدورزم بالنسبة للهالوكس بتستابيلايز الميترسل إنك بتكون تور برضو الهاند أعواند البلانتر سيرفس ودفوت والثمب برضو على بس الثمب هنا عشان تحاول تستابيلايز جامد بتستابيلايز عند البيز بتاع الحالوكس تمام؟ والأدر هاند تمام؟ والأدر هاند ستابيلايز أدهيل تمام؟ يعني إنك فيه وان هاند بها تستابيلايز عند الهيل والثانية بتدي الهاتف بالثمب عند الميترسل فالنجيز جوينت عند الإنتر فالنجيز جوينت أو الإنتر فالنجيز الجوينت بمعنى إنك لو هات shapespan ketonesium expansion عند الميترسل فالنجيز جوينت الستابيلايز هيبقى عند تحت الميترسل فالنجيز جوينت والresistance هيبقى فوقه اللي هو عند الproximal interphalangeal bone إنما لو هتresist الenterphalangeal joint بتاع البيكتو الستبيلايزيشن هيبقى عند هتاخد البيكتارسophalangeal joint واللي فوقها اللي هو الenterphalangeal أو الproximal الproximal interphalangeal وهتresist عند الenterphalangeal bone تمام يبقى تاني عشان اللغبطة ايد هتستبيلايز عند الهيل والتانية هتدي الresistance مفروض إنك هتثبت برضو هي صعبة إنك تعمل اتنين بس المهم إنك هتثبت تحت الجوينت وتدي الresistance فوق الجوينت هتثبت تحت الجوينت لو الكلامنا على الهالوكس فأنت هتثبت في الميتاتارسophalangeal joint هتثبت تحته تمام في الميتاتارسي الاريا وهتدي الresistance عند الproximal interphalangeal bone لو هتعمل التست الenterphalangeal joint هتستبيلايز الproximal interphalangeal bone وتدي الresistance الميتاتارسي على حسب لو هو البيكتو ستريتن البيكتو and hold it لو هو هيعمل التوز ستريتن your toes and hold it الميتاتارسي هنا بقى في grade 5 و 4 على حسب الexperience و grade 0 نيجي لل بالبيشن او بتاع التندن التندن بتال الاكستنسور ديجيتورم لونجس بلاقيه اه او اوبزرفت على الدرزم بتاع الميتاتارسي هو التندن دي دي بتاعت الاكستنسور ديجيتورم لونجس تمام بلايها على الدرزم ذات نفسه انت حتى لو فيه واحد رفيع جي يعمل هتلاقيهم هم اللي عملوا او كده لو طلعوا مرة واحدة في الدرزم طيب الاكستنسور ديجيتورم لونجس هتلاقيها مستخبية تحتها تحت الاكستنسور ديجيتورم الاكستنسور ديجيتورم بريفس هتلاقيها مستخبية تحت الاكستنسور ديجيتورم لونجس اللي هنا دي وهنا برضو تمام بلاقيها على بتاع الدرزم قدام المالولوس تمام ده جريد وان جريد وان لما يجي اعمل بلبيشن هلاقي contractile activity وgrade 0 مش هلقي contractile activity يبقى هنا مهمة جدا فكرة انك تبقى فيه variability في resistance عشان ما مش بتقدر تدي resistance اللي هو strong والmoderate والmild فانت انت اللي بتفرق بنفسك بين 5 و 4 و في 3 بيبقى complete range of motion و 2 في 3 complete range of motion without resistance grade 2 برش range of motion في grade 1 قلنا الاكستنسور ديجيتورم لونجس على الدرزم انما البريفس بليها على الدرزم بس لترال شوية و 1 طبع و 0 مفيش اي contractile activity او motion هنا برضو نفس القصة اللي بنتكلم عليها اللي قلناها في الفليكسورز ان احنا ما بنقدرش نفصل ما بين الصوابع ولا الميتاتارسفرانجيال جوينت والانترفرانجيال جوينت many if not most patient can separate grade 2 extension from extension of the four lateral toes nor can most separate الميتاتارسفرانجيال from interphalangeal activity اللي هو ما بيقدروش يسيباريت ال grade عن four lateral toes ممكن تبقى اصعب كمان من الفليكشن ان ممكن في بعض ال patient يقدر يفصل الفليكسورز الفليكشن بتاع البكتو عن الفليكشن بتاع الفليكشن بتاع ولكن هنا في الاكستنشن بيبقى اصعب وما كانش الاغلبية كمان انما وبرضو نفس القصة الميتاتارسفرانجيال جوينت والانترفرانجيال جوينت ما اقدرش ان انا عمل اليوم سيباريت طيب هنا في التست ده او ان انا مش هنا مش حاطط فكرة strength قد ما انا عايز اعرف activity بتاعت المصر لان احنا قلنا المصرز بتاعت الاكستنسور مش قوية كفاية ان انا مثلا اعمل لها strength اودي ال resistance العالي زي ما كنت بدي في الفليكسور ومهمة جدا في نهاية الموضوع بتاع المصرز بتاعت الفوت والانكل ان هو لازم يبقى فيهم strength كويس ومحترم عشان فكرة balance والgate وانك تمشي على uneven surface او انك تبقى ماشي صح ما يحصلش disturbance للperson وهو ماشي فمهم جدا مع ان الانكل والفوت والجوينت فيها صغيرة ولكن strength بتاع المسلز دي تبقى مهم جدا عشان balance والgate بتاع الperson طيب نيجي بقى لتاني جزء بتاع المسل length المسل length assessment ودي ان انا بشوف فكرة التايتلس او لو فيه contracture في المسل او لا فبتعمل لي restriction في الموشن على الجوينت دا ودي طبعا زي ما قلنا انك شفتوها قبل كده في الترمي الاول في المسلز بتاعت ال upper lamp طيب نبدأ في اول المسل معنا اللي هي القادريتس لمبورم قبل ما عمل قادريتس لمبورم بما انها position هيبقى من standing فلازم بقى متأكد ان ال patient دا عنده good balance لان انا اكيد مش هعمل تست زي دا من standing والpatient بيتحرك كمان في ال patient بيبقى من standing او خلي المسل الاخر ال shoulder بيبقى مرفوع بخليه على tested side the same side بتاع القادريتس لمبورم اللي انا عايز اعمل لها test او assessment shoulder بيبقى elevated و fully stretched تمام واعمل trunk lateral fraction ل the opposite side مع slide forward flexion تمام فلو على سبيل المسال زي ما قلنا احنا عايزين نعرف ان القادريتس لمبورم على left side هي اللي فيها tightness ولا حاجة فانا باجي على الناحية الشمال تمام ورفع ال shoulder ويعمل full stretched زي الصورة كده ويروح بال trunk ناحية اليمين مع slide forward flexion دي زيادة يعني ان انا بعمله عشان احط كمية stretch محترمة على القادريتس لمبورم طيب على اي اساس هائيس وايه هو ال assessment اللي انا اقدر اخد بي اللي اقدر استخدمه ان انا اقارن ما بين two sides تمام وهل في فرق ما بين range of motion هنا و range of motion هنا لو في فعلا tightness في one side هلاقي ان ال patient بيعمل في opposite side range of motion اقدر تمام زي ما قلنا ان هو لو tightness مثلا على الشمال هيجي يعمل trunk flexion ناحية الشمال هلاقي في restriction ولا range of motion قليل غير لما يعمل للعكس هيبقى في range of motion كويس تمام فبالتالي انا بكمبير two sides تمام و برضو كمان ان انا بعمله على اساس response بتاع العيان وان هو يحس طبعا في الناحية اللي فيها المشكلة بيبقى فيها stretch gamed طيب نيجي على تاني عضلة واللي هي ال bioreform ودي من العضلات المهمة جدا ان انا لازم اعرف فيها tightness ولا لا ولو فيها لازم يبقى مشكلة دي تتحل لان احنا زي ما عارفين ان الصياتيكا او الصياتيك نيرف بيعدي من ال bioreform فلما يبقى ال bioreform يبقى فيها tightness هيعمل compression عليها وال bioreform syndrome زي ما احنا اخدناها قبل كده ان هو بيعمل bioreform syndrome وان هو بيحسب نفس العراض بتاع ال compression على ال root بتاع الصياتيكا لو المشكلة من ال vertebra وكده فبالتالي مهمة عارف ان لو فيها tightness ولا حاجة من ال assessment ده ان ال patient هيبقى spine وال hip flexion تبقى more than 90 degree مع extension اه مع extended rotation horizontal adduction الhorizontal adduction ده مهم جدا لانه بيضيف كمية stretch برضو محترمة على ال bioreform وده طبعا من knee flexion وابدأ برضو اقارن ما بين ال two sides قولنا ال assessment بيبقى على اساس ان انا اقارن ما بين ال two sides ال right وال left تمام وال patient response رد تفعل العيان لو فيه stretch جامد على العضلة فاكيد هيبقى عامل بين هامل بين ال patient ومهم جدا زي ما بيقولك فكرة ال horizontal adduction عشان الخيمية stretch بيبقى محترمة لما اعمل ال hip flexion طيب تاني عضلة او تالت عضلة ال oleozoos مع rectus femurus مجمعنهم مع بعض لانه هما اللي تنين يعتبروا بيتعاملوا من نفس ال position وهنعرف بعد كده ان هو عشان اكد ال assessment ان انا هعمله من position كمان في عندي thomas test وده برضو خدناه ان انا بشوف لو فيه tightness في ال oleozoos طيب بعرفوا ازاي ان ال patient بيبقى هو position اللي هو بتاع thomas test نفس thomas test ان ال patient supine وال leg hanging فيه tested limb بيبقى hanging out of the bed of the table تبقى ال untested تبقى bring to the chest طيب رجلة تانية بيبقى ان ازلها لو لقيت ان ال limb فيها abnormal position او محتوطة او شكلها مرفوع كده مش متساوية مع التابل بلاقي كده ان بقى متأكد او بيبقى فيه suspected ان فيه contracture تمام وده عرفناه طيب ازاي فرق ما بين ان ال contracture ده فيه any muscle يعني عندي ال eleozoos تعمل flexion و rectus femurus تعمل flexion برضو عرفنا ان انا حتة passive extension للنيه طيب لو عملت passive extension للنيه ولقيت ان limb نزل كده المشكلة في rectus femurus طيب ليه عملت كده لان لما اجي عمل passive extension للنيه كده انا عرفت ان المشكلة في muscle شغالة على two joint شغالة على ال hip والنيه تعمل flexion في ال hip extension في النيه فانا لما عملتها عملت لها extension في النيه حطيتها على slack position في جزء النيه والهيب لقيته هو اللي شغالي تمام فبالتالي لما اعمل passive extension للنيه وال limb يبقى يرجع تاني للبوزيشن الطبيعي بتاعه كده المشكلة عضلة فيها شغالة على two joint اللي هي rectus femurus طيب عملت passive extension ولك اني عملت حاجة فكده المشكلة في muscle شغالة على one joint اللي هي ال eleozoos طيب برضو الاساسم انت بيبقى على اي اساس وكده اللي هو compare between two sides والpatient response ممكن برضو اعمل حتة ان انا اس بالجنيومتر عشان اكد على فكرة ان انا range of motion قليل في side و لما اجي اعمل compare to other side ففكرة compare انت هتعملها كده كده لو من غير ما تعمل measurement بالجنيومتر و بالجنيومتر برضو طيب عايز بقى اكد اكتر واكتر ان انا في tightness في ال eleozoos او rectus femurus ببدأ اعملها من prone و اعمل isolation ما بينهم من rectus femurus والeleozoos هي نفس فكرة برضو ال knee flexion و extension بفرق ما بينهم لان العضلة بتبقى شغالة على two joint و في ال eleozoos في ال prone بيبقى شغالة على ال hip بس انما rectus femurus بيبقى سايب ال hip و شغالة على ال knee طيب ال position بتاع ال patient بيبقى في ال 2 prone في ال eleozoos لو عامل eleozoos بعمل slight knee flexion تمام في ال eleozoos بعمل slight knee flexion و مهم جدا ال stabilization عند البلفس وبعد كده بعمل passive extension لل hip و انا شايل اعمل cradling لل limb من عند ال knee كده اللي هو لو جينا نعلمها يعني اشيله من تحت هنا تمام و ببدأ اعمل cradling لل limb واعمل passive extension و بعتمد برضو على فكرة ان انا هكمبير between the two sides والpatient response طيب نيجي على rectus نفس position هو prone و بعمل knee flexion هنا انا ببقى معتمد على knee flexion احنا عارفين rectus femurus تمام extension لل knee ف انا لو لقيت فيه فيه تغير في range of motion بتاع knee flexion فبالتالي العضلة ال opposite لل flexor اللي هي الا extensor تبع فيها tightness تمام ف انا هعمل knee flexion و اعيس range of motion بتاعها و المفروض ان الطبيعي بتاعه ان هو يعمل knee fully flexion ان هو ينزل بال knee للاخر تمام ف لو لقيت فيه restriction في range of motion يبقى كده ورد ان يبقى فيه tightness او هو اكيد هيبقى فيه tightness في rectus femurus و طبعا بنقارن ما بين two side و ممكن اعتمد على patient response ان العضلة هتبع عليها stretch gamut و بقيس برضو بالجنيومتر ان انا اشوف range of motion في الاتنين ال room في الاتنين بال compare ممكن واحدة تبع اهلي من التاني تمام طيب نخش على hamstring و دي ممكن اعملها بطريقتين ياما من اه ياما الاتنين هيبقى من صوبين ولكن الفكرة الحركة بتاعت limb فعندك لو هعملها straight leg raise لان انا بطلع برجلي مفروضة بطلع limb او leg بتاع patient وهي مفروضة hip flexion مع full extension في knee و ابدأ اس range of motion بتاع hip flexion النورمال ان هو يبقى من 70 ل 80 مش كبير اوي لان knee extension في restriction في الموشن و كده كطبيعي يعني منطق ان هي knee extension صعب انك تعمل straight leg raise للاخر اقول لي درجة upper تمام فبالتالي patient spine و بطلع بالرجل مرة واحدة straight leg raise من غير knee flexion يبقى الhip flexion مع knee fully extended و ابدأ اس range of motion بتاع hip flexion و النورمال ان هو من 70 ل 80 درجة لان انا اعمل knee extension طيب لو الطريقة التانية ممكن اعمل بها ان انا اعمل passive extension لل knee ان انا هنعيمه spine برضو والهيب يعمل flexion لغاية 90 تمام و اعمل passive extension لل knee و النورمال ان هو يبقى قبل full extension ب 20 درجة و خلي بالك ده حاجة مهمة جدا بقى انك تركز عليها ان العيان ما يعملش دورزي flexion دورزي flexion في ال ankle لان كده انت دخلت gastrocnomies لانه gastrocnomies هيب عليها stretch and load فالتاليب ممكن تؤثر على الميجورمنت بتاعك طيب نيجي لي المصل اللي بعدها اللي هي ال eleutipial band اللي هي برضو من test احنا قابلناها قبل كده اللي هو ال over test ال over test ان انا باخد اه هو في شكلين من ال over test ال over test ذات نفسه وال modified over test ال over test ذات نفسه ال over test اللي هو العادي اللي احنا عارفينه انه هو patient paper sideline وال tested limb بتبقى هي upper most وبعمل انه بتبقى flexion 90 وبعمل hip extension تمام ومهم جدا ال stabilisation برضو بتاع البلفس لان انا وانا بعمل الحركة ممكن البلفس يجي على على وراه فبالتالي كده test pause فبالتالي مهم جدا ال stabilisation فهستبلايز البلفس مع knee flexion 90 باخد hip extension تمام وابدكشن بعد كده بعمل drop slowly بالطبيعي ان ال limb لو normal يعني لو ما فيش tightness ان ال limb هينزل تحت عادي تمام ال abnormal ان انا هلاقي ان ال tested limb ده لو فيه tightness فعلا هلاقي ان هو بقى في ان ال limb remain فوق ان هو ما نزلش ما حصلش ليه drop صح في normal position بتاعه تمام بالنسبة ل modified over test ده بنفس القصة كل حاجة ولكن هنا ما بعملش knee flexion بخلي knee remain in extension تمام يبقى ال over test العادي لما اجي اعمل muscle length assessment ل اليو تيبيا الباند بعمل over test lower side line تستدلك هي ال upper most stabilize البلفس واخد ال hip extension في extension و abduction بعد كده اعمل drop لللم لو نزلت كده normal ما نزلتش يبقى فيه tightness وهي ال limb هتبقى تremain in the upper طيب والmodified قلنا ان هو نفس ال over ولكن مع اختلاف ال knee ان هي بتبقى في remain in extension طيب نيجي للمسل اللي بعدها الجستروكوناميس والسوليس طيب اخر 2 muscles الجستروكوناميس والسوليس الجستروكوناميس ممكن اعملها من two position ياما من standing ياما من supine لو هعملها من supine ان انا بعمل one hand بتقردل او بتقردل او بتقردل داستل لمب والother hand بتعمل possibly door deflection للانكل تمام وبعدها بقيس بعمل measurement لل range of motion ولكن مهم جدا انك عشان هتفرق ما بين الجستروكوناميس والسوليس في حطة knee flexion ولا extension فلو knee extension كده انا بعمل تاست للجستروكوناميس فانت مهم لو في supine او standing في الاثنين هيبقى knee extension fully extension فالباشنت supine وال knee fully extended one hand بتقردل داستل لمب والother hand بتعمل passively door deflection دي الانكل طبعا الميجورمت لو بالجنيومتر فالنورمال ان هو يطلع من 50 ديجري ل 25 ديجري والcompare between two sides ايا كان بجنيومتر او من غير الجنيومتر ممكن برضو اعتمد على فكرة patient response بس كاخر حاجة انا ان هي مش حاجة objective او طيب اللي هو فكرة حصل له بين وكده طيب لو من standing tested lamp تبقى في hip extension وفولي knee extension الاثر المب اللي هي untested بيبقى واخد المب كده كأنه واخد خطوة قدام المب go forward وبخليه يعمل دورز فلكشن اللي هو هيموف التبية فورورد كأنه هياخد كانه بيعمل دورز فلكشن ان هي الانكل لو انا مثبت فوق وبحرك اللي تحت فانا بحرك الانكل الفوت في دورز فلكشن لو مثبت اللي تحت وبحرك اللي فوق اللي هي تبية فهي كأنها بتروح لفورورد تمام؟ هنا بقى الفكرة ان انا التست ده ممكن اخده كرابة تست ان انا عنديش وقت نعمل التست على طول وهو واقف ياخد الخطوة وواقس وهو كفانكشنال تاست انك بتعمله هو كأنه ماشي تمام؟ فبالتالي هو فانكشنال تاست ورابد تاست فانكشنال تاست ورابد تاست تمام؟ فهنا مهم جدا وبرضو الميجور منت بالجنيومتر والنورمال من 15 إلى 25 وباكمبير بتوني تو سايت وعلى حسب بيشنت ريسبونس فكل الموصل لينث أساسمنت برضو باعتمد على ده كأساسمنت يعني تمام؟ هنا في الجاستروكوناميوس مهم جدا ان الني تبقى اكستند تمام؟ لان هنا لما نيجي بقى نقوي على السوليس هلاقي ان هي نفس القصة من الستاندينج او من سوباين الستاندينج رابد تاست وفانكشنال تاست الاثر لمب اللي هي الانتاست تبقى جو فورورد وبيموف التابية فورورد تمام؟ وفي السوباين برضو بيبقى الهاند جراسب على الديست الديست اللمب والاثر باسف دورس فلكشن ولكن الفرق الوحيد ما بين القابل كده والهنا اللي في الجاستروكوناميوس والسوليس ان الني بتبقى فليكسة 45 هنا لان الجاستروكوناميوس احنا عارفين ان هي برضو ان هي شغالة على العنكل تعمل بلونتر فليكشن وفي الني بتعمل فليكشن تمام؟ فانا لما اجي اعمل ني فليكشن كده انا خليتها مركزة على الجوينت وسيبتل على الجوينت التاني ما تشتغلش عليه تمام؟ فهنا برضو مهم ان السوليس تبقى فيه ني فليكشن الجاستروكوناميوس بتبقى فيه فليكستنشن تمام؟ هنا من الستاندنج هيبقى بتبقى فيه فليكشن ولكن معانيه فليكشن 45 الاثر لمب بتجو فورورد عشان اموف التبية فورورد وبستخدم الستاندنج ده بيبقى كرابي التست وفونكشنل تسك انما لو سوباين اني برضو فليكشن 45 بجراسب بوان هاند ديستال لمب والاثر هاند بتعمل باسد درز فليكشن في العنكل وبردو باكمبير ما بين التو سايد وعلى حسب الريسبونس وبقيس بالجانيومتر نيجي الاخر بقى حاجة وعايزين للم الزتونة بتاعت المحضر الحاجات اللي احنا نركز عليها قلنا زي ما في كل البوزيشن بتاعت العضلات او كل الجوينت ان البيشنت بيبقى سيتنج على سيتنج والفوت رستد على الثرابيستلاب او الالترنيشة بتاع سوباين والانكل نيوترال تمام؟ الثرابيست بيبقى سيتنج على الوستول انفرودة في البيشنت لو البيشنت قاعد سيتنج والالترنيشن هو قاعد او واقف ستنج لو البيشنت ونايم سوباين في الهالوكس متطارسة فالانجية ان الستابيليزيشن هنتكلم على الجوينت الهالوكس متطارسة فالانجية في كل الجوينت ان في الهالوكس متطارسة فالانجية واقف ستنج على الدرزم الفوت والاقف ستنج على الاندكس في الاندكس ستنج على البروجزمال تحت البروجزمال فالانجية تمام او المتطارسة فالانجية في العموم عند الدرزم والمتطارسة عند البروجزمال فالانجية بالنسبة للتوز متطارسة فالانجية برضو الستابيليزيشن كل الفلكسور على الدرزم والاقف ستنج على البروجزمال تحت المتطارسة فالانجية التوز اللي هو عند البروجزمال انترفالانجية طيب بالنسبة للهالوكس والتوز الدرز الانترفالانجية والبروجزمال انترفالانجية في الفلكشن واقف ستنج على استابيليزيشن على الدرزم وثم ثم الاندكس البروجزمال انترفالانجية والدرز الانترفالانجية اعى الاستpirالانجية على الدرزم وللكتس العرب ثم تقوم بروجزمال انترفالانجية على حسب بالحقاب وتحتيظ المناسبة للهالوكس لو بتست البيك 2 طيب بنسبة الother hand اللي هتتدي resistance بالفور فينجرز أو بالثمب تحت تحت الميد الفالانكس لو هتست الانترفالانجيال جوينت وتحت الديست الفالانجيز لو هتست الدرزال الانترفالانجيال جوينت و بالإندكس لو أنا هتست البيك 2 بالإندكس تحت الديست الفالانكس of بيك 2 طيب بالنسبة للهالكس وال الميد الفالانجيال والانترفالانجيال جوينت اكستنشن برضو ال الستباليزاشن هيتنقل بقى في البلانتر سيرفس تمام الستباليزاشن بتاع الليترال توز وانه عند البلانتر سيرفس والثمب على الدرزة متالفوت واللي هتدي resistance بالثمب على الدرزة السيرفس بتاع البروزم الفالانجيز بتاع التوز برضو على الحسب انا بعمل انه جوينت فلو متاترس الفالانجيال جوينت الستباليزاشن هي بعمل المتاترس الاريا ولو والresistence بديها على البروزم الانترفالانجيال جوينت لو هارزست لو هعمل تست الانترفالانجيال جوينت لو بروزم الاو دستل البروزم الستباليزاشن في تحت المتاترس فالانجيال جوينت ويقز البروزم الانترفالانجيال البون وresistence على الميدل لو هارزست او هعمل تست الدرزل الدستل فهعمل تستباليزاشن عند الميدل وهارزست الدستل فالانجيال البون طيب لو بالنسبة للهالوكس هستباليز المتاترسل بهاند اروند البلانتر سيرفس والثمب كيرفينج عند البيز والهالوكس والستباليز عند الهيل ممكن الستباليز عند الهيل ده يغني لما حط الفوت على اللاب تمام والثمب هيدلي الثمب الطال هيدلي عند المتاترسل فالانجيال جوينت او كeresistence على حسب برضو الستباليز هيبقى على المتاترسل الارياء و الارياء على البروكسما الفالانجيال البون لو هعمل تست المتاترسل فالانجيال جوينت ولو هتست الانتر فالانجيال جوينت طبعا مفيش بروكسما وديستل في الهلوكس هعمل الستباليزيشن في البروكسما وهه رزيست عند الدستل طيب المصل قلنا المصل والتندون كتجميع الهلب في الهانس المصل والتندون بتاع الفلكسور هالسوس بريفس مش هقدر ان انا هعمل لها بالبيشن لان هي صغيرة والفلكسور هالسوس لونجس لو هي مش اكتف تشتغل على الجوينت بتاع اللي هو الميتاتارسفالانجيا من غير ما تعمل لفلكسور في الانترفالانجيا والعكس في الابوسيت لما الفلكسور هالسوس بريفس تبقى نوت اكتف هلاقي ان الانترفالانجيا الجوينت هيحصل لي فلكسور والعضلة المعاكسة لفلكسور هالسوس بريفس اللي هي الاكستنسور هلاقي عملت لي السبب ان الفلكسور ولما يحصل الهمر يشكل ها OK ان الميتاتارسفالانجيا الجوينت حصل له هايبر اكستنتش dong مع اللي هو الفلكشن في الف mulet بريف الحب يمكن الهالس为 الت oppos الغC kilogram سيقول حوالسس الحالسوس على الميتاتارسو البريف التاضي ıy ولكن هي فكرة البنش بتاع grade 2 والأدكتور الحلوسوس لا تستطيع فقط وممكن ألاقيها أو أشوفها إنها اكتف لما عمل إضافة للأدكتشن بتاع فورفوت بلاي إن البكتو راح في أدكتشن طلع بره عن الليتر الفورتوز والليتر الفورتوز راح في إكستنشن نحن في إكستنشن من الأممي فما يستطيع فكرة البكتو بلOOK أو الميترسوفالانجيال والمتطرسوفالانجيال في الإكستنشن بقى لا يقدروا أنهم لا يستطيع فكرة البكتو عن الليتر الفورتوز ولا الميترسوفالانجيل التستات في إكستانشن أنا متش بعملوك حتى نشوف القوة بتاعتها عملة إزاي ولكن فكرة الاكتيفتي بتاعتها لانها المسلز تبقى سمول مهمة جدا ان يبقى فيه نورمال سترينث للمسلز بتاعت الفوت والأنكل لانها مهمة فكرة البالانس والجيت طبعا في النهاية اتمنى تكون افدتكم والمعلومات تبقى وصلت احب اشكركم جدا من حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته